Let's get cooking Cooking in the kitchen now That's what we do السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم وتابعيني في كل مكان وحياكم الله في قناة مطبخ بنت اليمن وصفتنا اليوم إن شاء الله بتكون الصيادية اليمنية طبعا في ناس بيختلفوا في طريقة عملها أنا كمان طريقتي مختلفة شوية أو بالأصح أعملها مثل ما أنا أحب كمان البسباس العدني ما بحب أن يشيل من البذور فلذلك أول شي بعنشوف طريقة عمل البسباس والمقادير بطرحها لكم في صندوق الوصف إن شاء الله أنا عندي هذا البسباس العدني أو بالأصح يسمى الفلفل المجفف الأحمر غسلته ونظفته وكمان جهزت 7 حبات من الثوم وملعقة صغيرة من الملح أضفت البسباس في الماء وغليتها على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة أولا ما يستوي ويكون طريق بعدها أخذتها وحطيتها على جنب الآن بنأخذ هذا الشيء الزايد منه ولا مش عارفة إيش اسمه إذا أنتم عارفين قلولي في خانة التعليقات طبعا الآن إذا أنتم حابينكم تصفوا البسباس من البذور براحتكم أنا عن نفسي أحب بالبذور علشان يطي حرارة أكثر أو يكون سبيسي أضفتها في الخلاط الكهربائي مع الثوم والملح وخلطتها ويكون الخلط ناعم إذا نحتاج أن نضيف القليل من الماء نضيف حاجة بسيطة وخلاص بيكون عندنا البسباس جاهز الآن بننتقل لطريقة أمل الصيادية للصيادية بنحتاج إلى سمك أي نوع اللي أنتم تحبوا أنا عن نفسي استخدمت هذا السمك اللي بيجي كامل نضفته من داخل مثل ما أنتم شايفين وكمان قطعته بالسكين علشان تدخل التتبيلة أضفت فلفل أسود نضيف كمية يعني تمام علشان نحنا بنوزعها على الجهتين وكمان بنضيف الملح طبعا السمك نضفته بالملح والليمون أو بالأصح نكعته وبعدها غسلته كمان عندي سمك بهارات سمك مخلوطة بالقليل من الكركم والقليل من الكمون وزعت التتبيلة على أنحاء أو أجزاء السمك بهذا الطريقة وما ننساش أن ندخل التتبيلة لداخل السمك ونبين الفتحات اللي احنا عملناها بالسكين هذا الكمية اللي عندي تكفي لثلاث عشر شخص يعني تقدروا تتحكموا بالكمية على حسب عدد الأشخاص الآن بنقلي السمك في نص الزيت في نص كوب من الزيت وبنخلي بس دقيقتين من تحت ودقيقتين من فوق يعني على الجهة الثانية لأنه السمك أساسا بيستوي سريع نقلبه على الجهة الثانية وخلاص بنجهز مناديل للمطبخ علشان الزيت الزايد يروح وبنحط السمك في المناديل وبعدها بنكمل بقية السمك بنفس الطريقة أنا عندي سبحة بات من السمك والآن بنجهز للرز عندي بصل ثوم وكزبرة خلطتم أو فرمتم فن مناعم وأضفتم في الزيت اللي قلينا فيه السمك وبنقلبهم على نار مرتفعة لما يبدأ يحمر معنا البصل بنضيف البهارات البهارات بكتبها لكم في صندوق الوصف إن شاء الله كل شي باين كتب في صندوق الوصف وكمان بطرحها لكم في نهاية الفيديو في صورة واحدة إن شاء الله طبعا أنا عندي هنا بسباس عدني ثلاث ملاعق شنيتهم من البذور علشان أنا مش حابة تكون الطبخها يعني جدا حارة لذلك خففت بعض البذور منا يعني وملعقتين من معجون الطماطم ونخلط كل شي مع بعض ونخلي الكشنة أو السلسة تتسبك لمدة دقيقتين الآن بنضيف الكشنة في قدر واسع طبعا أنا ما عنديش قدر واسع يكون في الغاز لذلك استخدمت القدر تبعت الفرن إذا أنتم معاكم قدر واسع يعني أنا عندي الكمية كبيرة أساسا أنتم تعملوا الكمية اللي تكفي لعدد الأشخاص أنا عندي هنا 6 أكواب من الرز أحتجت إلى قدر كبير لذلك استخدمت هذا القدر وأضطريت أني أسوي الرز بالفرن فأضفت علي 10 أكواب من الماء لستة أكواب من الرز وأضفت كمان ملح يعني عدلت الملح ونحرق كل شي مع بعض والآن بندخلها الفرن على درجة 400 فارنهايت أو 200 ماوية لمنتد 35 دقيقة يقدم السمك فوق الرز بهذا الطريقة إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا اشتماعي وإعجاب تشتركوا بالقناة إذا كنتم مش مشتركين وإن شاء الله شوفكم في فيديو جديد ومع السلامة